بمناسبة ده فوز انجلترا على ايران في مطش امبارح الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عشان يسخن اللعيبة يعني وجهاز الفني رصل مكافئات مالية ضخمة لكل لعيبي المنتخب في حال التتويج ببطولة كأس العالم في قطر عشرين لاثنين وعشرين قالت صحيف الديلي اكسبرس الانجليزية ان الاتحاد الانجليزي وعد كل لعب بخمسمائة الف جنيه استرليني في حال التتويج بهذه البطولة بالمناسبة الاتحاد الانجليزي سبق ورصد 250 الف جنيه استرليني لكل لعب في حال التتويج بلقب كأس العالم في روسيا النسخة الماضية لكن اللي حصل طبعا زي ما اكيد حضرتكم تابعته انجلترا وادعت المسابقة من الدور نصف النهائي امام كرواتيا وطبعا ما ننساش ان المنتخب انجلترا توج بلقب كأس العالم مرة واحدة فقط في تاريخه وكلام ده كان في سنة 66 لو انا مش غلطان يعني برضو دي حاجة غريبة جدا المنتخب الانجليزي منتخب طول عمره تقيل في كل الاجيال طول عمر المنتخب الانجليزي تقيل ومشاركاته بتكون قوية في اي نسخة من كاس العالم بيشارك فيها ومع هذا كل العفر دي كلها ومفزش بيها غير مرة واحدة انا بطفل معك تماما مثلا منتخب الايطالي حد كان اتواقع المنتخب الايطالي لان يشارك في هذه النسخة برضو في حاجات غريبة ان برضو بيدوموا اسماء كبيرة جدا وكورة القدم الايطالية كورة قدم تقيلة جدا وزي ما انت قلت انجلترا عمتا من اقوى الدوريات في العالم فازاي لما يجي اتكلم عن المونديال ما لقيش حاجة زي كده برضو دي غريبة جدا تنتقص من المتعة فكرة ان فيه منتخبات راكور دول معانا ما ينفعش بايطاليا بجيء غيبة مفروض انهم فعلا يكونوا معنا